زميل إياد المسمي مراسل القارئ الإخبارية من مدينة عدن اليمنية ينضم إلينا الآن إياد أهلا بك في هذه الجولة إذن الجيش الأمريكي يقول أنه نفذ ست ضربات في مناطق يقول أنها تابعة الحوثيين أو تحت سيطرة الحوثيين في اليمن وأصفرت عن تدمير زورق وثمانية عشر صاروخا مآخر التحديثات في هذا الشأن صحيح همام الأحداث بدأت عند الساعة الثانية من ظهر أمس عندما شن الحوثيون هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر كانت عمليات الأمس في البحر الأحمر لم تكن في منطقة أخرى كخليج عدن أو البحر العربي الأحداث كانت عندما أطلق الحوثيون بعض الهجمات من قرى ومديريات الفازة بمنطقة التحيطة جنوب الحديدة وهي منطقة ساحلية نفذ الحوثيون من هذه المنطقة أطلاق عدد من الصواريخ صوب السفن التجارية وكان الرد جاء مباشرة بعد ساعات تقريبا من قبل القوات الأمريكية المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر خاصة أن هناك كانت الضربات موجعة حقيقة إذ استهدفت القوات الأمريكية والبريطانية عددا من المواقع الخاصة بالجماعة كمخازن تخزين الأسلحة وأيضا رادارات وغرف عمليات مستحدثة أنشاءها الحوثيون في المنطقة بالإضافة إلى تدمير بعض مرابط المدفعية المتنقلة التي تستخدمها الجماعة في هذه المنطقة تحديدا كانت الضربات مكثفة في مدينة الحديد الأمس تتوزعت بين منطقة باجل والفازة والتحيطة وأيضا المطار والكهرباء أيضا ورأس عيسى أو الصليف وهي منطقة مشاطئة أو ساحلية بالطبع يتم من خلالها إطلاق بعض العمليات الهجومية على السفن التجارية بالإضافة إلى قارة أخرى كانت في صعدة شمال اليمن كل هذه العمليات الأمريكية نتج عنها بحسب المعلومات الواردة إلينا أكثر من 11 قتيلا و14 جريحا أو مصابا من مسلحية الجماعة هذه بحسب التأكيدات العسكرية وأن الضربات كانت مباشرة وغير متوقعة فيما يتعلق بموقف الجماعة لازلت تعلن بأنها مستمرة في تنفيذ مزيدا من العمليات باتجاه السفن التجارية سواء في البحرين خليج عدن والبحر الأحمر الجماعة تقوم بالإعلان عن هذه العمليات بعد يوم كامل من تنفيذ الغارات بمعنى هناك من يطرح سؤالا هاما حول كمية الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون وأيضا ما هي الطرق والآليات رغم الحصار المطبق من قوات الدولية كيف تدخل هذه الأسلحة وبشكل مكثف ما هو المخزون الاستراتيجي للجماعة خصوصا وأن الجماعة تعلن أنها مستمرة في تنفيذ العمليات وأن الضربات الأمريكية لم تحد من هذه القدرات للجماعة هناك أسئلة كثيرة تطرح عن هذه المعلومات أيضا الجماعة هل لديها الإمكانية في تنفيذ مزيدا من الضربات نحن نتظر في الأيام القادمة إذا ما كان هناك عمليات أكبر خصوصا مع التصعيد الأمريكي خلال الساعات الماضية شكرا جزيلا إيادة الموسمي مرسل القرارة الإخبارية من مدينة عدن اليمنية شكرا لك على كل هذه المعلومات